ان هيا نادي الزمالك هي مشاكل من داخل النادي ولا مشاكل من خارج النادي من داخل النادي من داخل النادي من داخل النادي ازاي؟ يعني في الادارة في الادارة الصراعات اللي كانت بوجودة وبتأثر تأسير بالغ يعني يعني كل ما كان النادي مستقر بلا شك بيبقى فيه انجزات اكتر وده اللي حرارة كنت حريص عليه في الفترة بتاعتبار 2000-2005 والإدارة برضو أعوز تتحمل يعني الإدارة المفروض أو اللي بيدير لسه كنت عزميل يعني بنتكلم نقول لما بتبسك انت الموقع بتبقى أكثر صبرا وأكثر قدرة على عرض الموضوعات قدام الناس المنع يعني لا تستطيع ان تقنع بصواب آه ما اقنعتش خلاص يبقى الرأي الأغلبية يمشي يا دي المشاكل بتاعت الإدارة بشكل عام يعني كل ما الواحد تمرس أكتر كل ما فرد على الترابيزة الورق أكتر وده حاجة مهمة جدا دكتور كمال حرارك وانت يعني بتقول ان زمالك كان في القرن الماضي حاصل على تسع بطولات إفريقية على طول بيبادر للزهن هو ازاي الدكتور كمال درويش سكت عن لقب نادي القرن على طول هو انا عارف انت تسألت مليون مرة هو السؤال ده السأل مليون مرة آه وهتفضل يعني السؤال ده هيفضل يلحق فبالتالي ليه حضرتك ايه السبب او ايه اللي انت بقولك انت ما اسكت تفجئت بان القرار طلع يعني ايه فجئت يعني اعلان الاتحاد الافريقي انا نادي الاهلي هو نادي القرن يا جماعة في ايه اللي حصل طب ازاي تعملت طب ايه اللي حاجة الكلام ده كله كانش حد دريان يعني بس اذا الموضوع فانت بقى تقعد تتكلم في نفس التوقيت على فكرة معهد الاحصار تابع الاتحاد الدولي طلع اني نادي زي مالك هو نادي القرن في نفس التوقيت فادا موضوع يعني انا يعني انا بتصور حرارك كنت حرارك كنت المسؤولة دكتور نعم حرارك كنت المسؤولة اه طبعا زي محرطك عملت انجازات كبيرة جدا جدا مفيش حد يقدر ينكرها لكن لقب نادي القرن اول لما بيذكر لازم اسأله الدكتور كمال دلويش هو اللي سكت لا هو مسكتش هو اللي ما دفعش عنا دي وتقدم بتظلم او بشكاوى قدمنا قدمنا شكاوى للاتحاد الافريقى وكده لا بتقبل ليه لان قالك فيه لايحة واللايحة بناء عليها طلع نادي لايحة حلوة اللايحة دي اتعرضت عليك لا خالص خالص ولا انت حردك تطلبت ولا فتناغي ولا جات لي ولا شفتها ولا في اي حاجة طب وارد وارد يعني هو وارد انها يعني بلغت للنادي بدري عن ما انا مسكت وارد يعني انا معرفش يعني انا دارش اجزم باولق الاتهام على احد يعني لكن واضح ان حصل الليحة وتغيرت ولازم اتبعت صور ده ما عندناش صور هو طبعا يعني انا مش عاوز بس اكرر الكلام عشان لا هو هي اشهادة لا ما شهادة تقالت تقالت في انتخابات النادي الاهلي يعني ايه يعني مصطفى السيد مصطفى فهميه في الانتخابات قال ما تنسوش الاخيرة بتاعت اه كما ترشح اه طبعا وقال يعني ازاي الواحد ادى للنادي وجاب له اه نادي القرن وبعين ناس اطلع الانتخابات تقالي الكلام ده فعلا 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 المهندس مصطفى فهميه ايه ايه في الانتخابات بتبقى بينك وبين نفسك ندمان انك انت ما دفعتش عن لقب نادي القرن دفعتش ولا انت عندك قناعة اه بان انت واخدت تسع بطولات فبالتالي الامر بالنسبة لك يعني مش محتاج انك انت هتقدم شكاة لا لا قدمنا قدمنا شكاة ويتكلمنا كتير وطلعنا في التليزيون بس هو الناس طبعا بتبقى بالدايئة يعني مستمرة في الدايئة هي لكن انت اه يعني لما تبقى الموضوع ده بقى موضوع دكتور انا مش هايزة يعني طريف ازاي يعني طريف بقى ان كل شوان نتكلم نقول التسعة اكتر من السبعة ولا السبعة اكتر من التسعة حاجات هي هي طبعا مناوشات اه مناوشات زمالكوية اهلوية يتهيق لي اكتر بس لكن اه لكن هو الناديين الكوبرد دول هم انا اكبر اني في افريقيا اكبر اني في افريقيا بطولات وانجازات وجماهير والحقيقة اللقاء اللي بيبقى بينهم بيبقى كلاسيكو بيتفرج عليها الافريقيا كلها افريقيا والشرق الاوسط طبعا والشرق الاوسط يعني الناديين كبار اه طبعا ما فيش انا بعتبر الناديين دول فعلا هم هم قاعدة الرياضة المصري طبعا بالاضافة للاندياء الاخرى في بعض الالعاب لكن لما بشكل عام الناديين دول هم اكبر ناديين بيبقوا بيمثلوا المنتخبات المصري بشكل اساسية ولا مرة قابلت مسؤول بعد اختيار لقب القرن من جنب الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي ولا مرة قابلت مسؤول من الكاف سألته بشكل ودي ما سألته عن ايه السبب بشكل ودي ما حصل ان هو احتسبوا النقاط اكتر بالنسبة للمحلية وسابوا الافراسيوي يعني مثلا زي ما قولنا في الاول ان اول نادي خد افراسيوي هم بطلطين التعاملون واحنا اللي خدناهم ما حدش قدهم تاني وده برضو اول نادي يعني بمناسبة اول قلعة اكبر قلعة راضي او اكبر قلعة فيعني الموضوع يعني شايفه المفروض ما ياخدش اكتر من كده في الكلام عابلت مسؤول من النادي الاهلي اتكلمت معاه في وقتها في الموضوع لقب القرن ولا مرة ولا ايه برضاهم ان احنا كنا بيتقابل كتير في الفترات اه ايه اجتمعات لاجمت عندي جلسات طيبة يعني من النهدي موفر انتكلم لاش بوضوع دخل يعني القدارة نفسها بتتكلمش بوضوع يعني يمكن الجماهير هي اللي تتكلم اكتر لكن احنا بentar موفر وضوع انتهاروك وفي نفس الوقت اللي هو الاتحاد الافريقى اعلن ده في نفس الوقت اللي ما اجل الاحصان التابع الاتحاد الدولي اعلن العكس على ان الزمالك ان الزمالك هو نادي استنادل على الالقاب الاكتر بالزبط قام طيب دكتور كمال يعني العلاقة ما بين الاهلي والزمانك في وجود حردك انت عارك لسه بتقولي كانت العلاقة طيبة طبعا ثم توطرت بعد كده ثم عادت في الفترة الأخيرة يعني لتحسن العلاقة مرة تانية نسبيا هل ان ما كانش في وقت حردك فيه قوة لسهولة؟